قال المتحدث باسم شركة ميتا أنديستون إن الشركة قامت بحل مشكلة تعطل الخدمة في بعض التطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز في أسرع وقت ممكن كان مستخدمون حول العالم قد أبلغوا أعطال وأبلغوا بأعطال في منصات تابعة لميتا وذكر موقع ناتبالكس الذي يراقب أعطال المواقع الإلكترونية أن تطبيقات الشركة واجهت انقطاعات في العديد من الدول المتحدث بحل مشكلة تطبيقات الشركة والمتحدث بحل مشكلة